بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم الخميس الثاني والعشرين يونيو الفين وثلاثة وعشرين بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفلة تخرج الفوج الثالث والعشرين للسلك العالي للدفاع والفوج السابع والخمسين لسلك الأركان ويضم الفوج الثالث والعشرون للسلك العالي للدفاع والفوج السابع والخمسون لسلك الأركان مئتان وخمسة وتمانين خريجا منهم ستة وخمسون ضابطا ينحضرون من أربعة وعشرين بلدا شقيقا وصديقا للمملكة استفدنا من هذه التجربة المغرب الشقيق والقوات المسلحة المغربية وأنا فخور في ذلك واليوم ولي العهد شرفنا في التخرج وأنا فخور فيه أن أكون أحد الضباط الحاضرين كانت تجربة متميزة مفيدة لنا على كافة الأصعدة فعلاوة على تعديد العلاقات الثنائية بين الجيشي بلدينا اكتسبنا مهارات معرفية سأسعى إلى تقاسمها مع زملائي عندما أعود إلى بلدي وجدت هذا التكوين مفيدا جدا لم يسبق لي وأن تلقيت مثله فيما يخص جودة التكوين وأعتقد أن الكلية الملكية للدراسات العسكرية هي مؤسسة رفيعة المستوى وبهذه المناسبة قدم اللواء مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا أمام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الحصيلة السنوية لأنشطة الكلية الملكية وسلم لسموه أفضل الأبحاث التي أنجزها فوج السلك العالي للدفاع ودرع الكلية قبل أن يعلن عن النتائج المحصل عليها من قبل الضباط المتدربين إثر ذلك أشرف صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن على تسليم شهادات التعليم العسكري العالي بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني وشهادات سلك الأركان على التوالي لكل من الضباط المتدربين بالسلك العالي للدفاع وبسلك الأركان بعد ذلك أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد مولاي الحسن صورة تذكارية مع الفوجين المتخرجين ترجمة نانسي قنقر